الأخ مبروك يقول دم الحجامة هل هو نجس أم طهب يقول أصاب ثوبه نقطة من دم الحجامة وما انتبه لها إلا في اليوم الثاني أولا الدم المسفوح نجس وما معنى الدم المسفوح كما قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وفي آية أخرى قال إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح فالدم المسفوح وهو ما سالة سواء من بهيمة أو من إنسان فالدم السائل هذا يسمى دم مسفوح وهو نجس لا يحل شربه ولا يحل الدهن به بعض الناس يلطخ به يتعامل مع الجاني والسحر فيلطخ به وبعض الناس من العادات العوام القديمة والتي هي والعيادة بالله تورثها الناس بسبب الجهل بعضهم إذا جرح فإنه يمص هذا الدم ويبتلعه فهذا دم نجس لا يحل بحال لأنه دم مسفوح ودم المسفوح هذا لا تحل به الصلاة إن كان أو زاد على قدر الدرهم البغلي يعني إن كان شيئا يسيرا فيعفى عنه للمشقة وقلته أما ما زاد عن الدرهم البغلي كما يقول الفقهاء أكبر من أو قريبا من الخمسين قرش النحاسية عندنا الآن خمسين قرش النحاسية هذه بقدرها هو هذا قدر الدرهم البغلي فالنجاسة لو زادت على الدرهم البغلي لا تحل بها الصلاة لا تحل بها الصلاة يعتبر إنسان في ثوبه أو على بدنه أو المكان الذي يصلي فيه ينبغي أن يكون خاليا من النجاسة فمن أصابته نجاسة بقدر الدرهم البغلي فأكثر فهذا ينبغي عليه أن يعيد الصلاة على القول بوجوب إزالة النجاسة وبعض علمائنا يرى أن إزالة النجاسة سنة وليست بواجبة ومع ذلك على القول بالسنية وعلى القول بالوجوب كل منهما يعني يحط على قضاء الصلاة التي صليت بهذه النجاسة لكن سؤال الأخ مبروك ما دام هي نقطة صغيرة فهذه لا تضر هذه معفو عنها ولا حرج في ذلك